الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين علي اشهد ان مولانا الله 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدهم وإنا لموسعون صدق الله العلي العظيم لماذا التكرار نصلي في كل يوم نصوم في كل سنة في شهر رمضان نخمس في كل سنة ندفع زكاة الفطرة في كل سنة نحضر مجالس حسينية باستمرار نختم القرآن بصورة مكررة نؤدي أعمالا واجبة ومستحبة بتكرار لماذا التكرار أقول كلمة ربما تستغربون منها الله المستفاد من النصوص الشريفة الكثيرة أن ترك أي عمل خير لا يرتقي في ذلك المجال هذا واضح العجيب العجيب أنه لا يبقى في نفس المستوى السابق أيضاً إنما ينزل وينزل وينزل إلى أن ينعدم ذلك الخير في حياة ذلك الشخص مثلاً العالم بأي علم إذا ترك ممارسة ذلك العلم لا يرتقي لا يرتقي بل لا يبقى في المستوى السابق يبدأ ينزل فقيه ترك ممارسة الفقاهة ممارسة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لا يبقى في المستوى السابق العلمي الفقهي له إنما يبدأ ينزل وينزل وينزل وربما يفقد كلياً قوة الاستنباط ملكة الاستنباط طبيب ليكن من أفضل الأطباء ليكن من أعلم الأطباء إذا ترك ممارسة الطبابة يبدأ يضعف في مجال الطبابة ويضعف 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 إلى أن يفقد قوته على الطبابة أصلاً يعني لا يتصور الإنسان أنه إذا ترك شيئاً يبقى أنا وصلت إلى هذا المستوى سأبقى في هذا المستوى أبداً بقائي في هذا المستوى يحتاج إلى ممارسة باستمرار وإلا ينزل الإنسان وعلى خلاف ذلك الذي يمارس ألم سبحان الله هذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى الذي يمارس علماً ليس ليس فقط يحصل على قوة أكثر في ذلك العلم إنما قابليته أيضاً تتوسع هذا عجيب جداً المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى روائعه في نهج البلاغة يقول كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا العلم فإنه يتسع سبحان الله الوعاء اجعل فيه شيئاً هذا الشيء يأخذ مجالاً في هذا الوعاء قوة استيعاب أو مجال استيعاب هذا الوعاء يقل نصفه امتلأ تتمكن أن تجعل فقط نصف هذا الوعاء فيه لكن وعاء العلم ليست فقط معلوماتك تزداد عندما تكسب علوماً إضافية لا، وعاءك يتوسع الوعاء الذي كان يستوعب عشر مليارات معلومة بالمزيد من التعلم هذا الوعاء سيسع لعشرين مليار معلومة مثلاً كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا العلم فإنه يتسع القضية هل هي خاصة بالعلم؟ أن الإنسان إذا ترك شيئاً ينزل يضعف لا، هذا ليس خاصاً بالعلم حتى العمل بل قلت كل خير كل خير هكذا كل خير يتركه الإنسان لا يتصور أنني وصلت إلى مرحلة ويكفيني أن أكون في هذه المرحلة لا، تبدأ تنزل وتنزل وتنزل حتى تفقد تلك الميزة كلياً الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول القضية ليست خاصة بالبشر فقط البشر العاديين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لماذا؟ لماذا توسعت السماء؟ وطبعاً ما في السماء؟ لا أسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى إحدى الأمور التي يحتمل أن يكون أن تكون التوسعة يعني من فوائد التوسعة أن الأيدي التي بنت السماء الملائكة غير الملائكة ما يعلمه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول بأيد وسائط هناك وسائط بنت السماء هذه الوسائط من الملائكة وغيرها هذه الوسائط إن لم تمارس التوسعة قدرتها تضعف الملائكة هذه كمثال أقول الملائكة ولعلها طبعاً الملائكة موجودون في قضية بناء السماء الملائكة كانت ولكن غير الملائكة أيضاً لعلها كانت هذه الأيدي هذه الوسائط التي بنت السماء الله عز وجل أعطاها قدرة بدون ممارسة هذه القدرة سيفقدون قدرتهم أنقل لكم شيء أغرب من هذا وأعجب من هذا وهذا جداً جداً عجيب أصلاً القضية تحتاج إلى تفسير طبعاً العلماء تصدوا لتفسير هذه القضية هذا جداً عجيب يعني بدون تفسير الإنسان يحتار يعني ماذا؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى يعني ليست القضية فقط في البشر ليست القضية فقط في الملائكة فيما هم أعظم من الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة هذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المعنى ورد في المتواتر من الروايات الشريفة بدرجة عالية من التواتر لا أصلاً الرواية الشريفة جانب قبل الروايات الشريفة الله عز وجل ذكر هذا المعنى في القرآن الكريم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ كل شيء كل شيء لكن أهل البيت الله عز وجل بنص القرآن الكريم بالروايات المتواترة الله عز وجل أعطاهم كل شيء كل شيء صح؟ ولكن وردت روايات بلا شك مستفيضة وفيها الصحاح لعلها تكون متواترة أصلاً أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى إمداد الفيض من الله سبحانه وتعالى وَإِلَّا يَنْفَدْ مَا عَنْدَهُمْ وَإِلَّا يَنْفَدْ مَا عَنْدَهُمْ أصلاً 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 لعلها أصلاً متواترة هذه الرواية الشريفة أقرأها لكم من كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار هذا من أصحاب الإمام العسكري صلى الله عليه و سلامه عليه من خيرتهم الفقهاء الكبار عنده كتاب طبعاً عنده كتب لعله أفضل كتبه كتاب اسمه بصائر الدرجات هذا من الشيوخ الكليني صاحب الكافي من أهم شيوخه طبعاً محمد بن الحسن الصفار في هذا الكتاب يروي هذه الرواية الشريفة بسند يذكره عن سليمان قلت للإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله و سلامه عليه جعلت في ذاك سمعتك وأنت تقول غير مرة يا ابن رسول الله أنا سمعت هذه الكلمة منك أكثر من مرة لولا ماذا قال الإمام أكثر من مرة هذا سمع من الإمام لولا أنا نزاد من الله عز وجل لولا أنا نزاد لأنفدنا ينفد ما عندنا يقول الإمام عليه الصلاة و سلام أنا هذه الكلمة سمعتها منك أكثر من مرة يبدو الرجل كان يتصور أن هذه القضية في الأحكام الشرعية يعني الأحكام الشرعية تتغير زيادة فيحصل تغيير الإمام نفى هذا المعنى نفى أن يكون ذلك في الأحكام الشرعية ما نفى أصل الموضوع قاله أكثر من مرة هذا سمع من الإمام أكثر من مرة فقال عليه الصلاة والسلام أما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيه بكماله ولا يزاد الإمام في حلال ولا حرام اللهم صلى على محمد و آل محمد القضية ليست في الأحكام الشرعية خلاص أترك الموضوع الرجل سأل سؤال إذن في أي شيء يا أخي نحن أصلاً لا نعرف ما هو علم الإمام كيفية تلقي الإمام لا نعرفها لا نفهم في هذا المجال أسكت خلاص الرجل سأل إذن في أي شيء تزادون تعرف حدود الشيء ثم سأل أنت تفهم حدود علم الإمام حتى تفهم الزيادة في أي مجال الرجل قال يقول فقلته فما هذه الزيادة إذن الزيادة أين الإمام عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المعاني لا يتمكن أن يبينها يعني هذا الشخص لا يتمكن أن يتحمل استيعابنا ضعيف نحن ليس فقط هذا الشخص حتى أنا حتى غيرنا الإمام عليه الصلاة والسلام أعطى الجواب إجمالي فقال عليه الصلاة والسلام سأل في أي مجال تزادون فقال عليه الصلاة والسلام في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام شيء إجمالي في سائر الأشياء قلت الرجل يسأل لعل السؤال يخطف ببال أي شخص آخر أيضا قلت فتزادون شيئا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا سأل هذا السؤال لأن ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله فهو عند أهل البيت فإذن الزيادة تكون ماذا تكون شيء زيادة على ما كان يعلمه رسول الله كل ما كان عند رسول الله موجود عند الإمام المعصوم الزيادة إذن كيف تكون فقلت فتزادون شيئا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه الصلاة والسلام لا إذن كيف قال عليه الصلاة والسلام لا إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله حي ماذا نصنع بالجهل جهل بعض الناس رسول الله ميت رسول الله باستمرار حي هناك تداول هناك ذهاب وإياب ملائكة تذهب لرسول الله تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم الكون اللهم صلى على محمد وآله محمد إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول يا محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد ربك يأمرك بكذا وكذا فيقول يعني النبي صلى الله عليه وآله انطلق به إلى علي فيأتي به الملك عليا فيقول انطلق به إلى الحسن فيقول انطلق به إلى الحسين فلم يزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا الله اللهم صلى على محمد وآله محمد يبدو الرجل ما استوعب سأل السؤال مرة ثانية الإمام أجاب قلت فتزادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه الصلاة والسلام ويحك كيف يجوز أن يعلم الإمام شيئا لم يعلمه رسول الله والإمام من قبله كيف يمكن؟ لا يمكن الإمام من قبله من قبل هذا الإمام يعلم رسول الله يعلم شاهدنا في هذه الرواية الشريفة وقلت لكم هذا المعنى مستفيض وفيه أسانيد صحيحة لعله متواتر أصلا أهل البيت الذين دققوا الذين أعطاهم الله كل شيء بنص القرآن الكريم يحتاجون إلى استمرارية الفيض يحتاجون إلى استزادة وإلا حسب تعبير الإمام لأنفدنا في بعض الروايات الشريفة الإمام يقول لنفد ما عندنا لو لم تكن هذه يعني لو طبعا أقول لو لو حرف شرط الامتناء لن يكون ذلك لو قطع الله عز وجل هذا الفيض استمرارية هذا الفيض لنفد ينفد ما عندهم طبعا هذا لو حرف شرط لامتناء هذا شيء ممتنع لن يحدث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا فأنا يمكنني أن أكتفي بما عندي وصلت إلى درجة في العالم خلاص وصلت إلى درجة في التقوى خلاص وصلت إلى درجة في الإنفاق خلاص وصلت إلى درجة في أي خير خلاص خلاص يعني ماذا؟ يعني تبقى في مرحلتك؟ لا يعني تبدأ تنزل تنزل سنوات طويلة تفقدها كليا تنتهي اللياقة الروحية تنتهي إخواني أمثل لكم بمثال والمثال جدا دقيق يعني ينطبق على ما نحن فيه بالضبط شخص يأكل الطعام الذي فيه طاقة فيه قوة يحصل على طاقة يحصل على طاقة يحصل يصبح شخصا صاحب طاقة كبيرة جدا خلاص يكتفي من الآن فما بعد أنا وصلت إلى مرحلة عالية أكتفي بهذه المرحلة لا أكل طعاما ماذا يحدث به؟ يبقى في نفس المستوى من الطاقة؟ لا يبدأ ينزل ينزل الآن يموت لفقدان الطاقة ممكن يموت هذا المثال أصلا لماذا هو ينزل لماذا ينزل؟ لأن الجسم هو بحد ذاته يصرف طاقة فيحتاج إلى مزيد باستمرار وإلا الطاقة تصرف فيموت هذا المثال بالضبط ينطبق على الأمور الروحية الأمور الروحية أيضا هكذا المعنويات أيضا هكذا الروح أنت تصعد في أي مجال روحي مجال معنوي تصعد 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 تصل إلى مرحلة تقف الروح الروح هي بحد ذاته تصرف طاقة معنوية قلت لكم المثال جدا دقيق هي الروح تصرف كما أن الجسم يصرف طاقة مادية الروح هي تصرف طاقة معنوية تصرف يعني ماذا؟ يعني أنت في هذا المجال بدأت تنزل ولا يوجد إمداد يصرف 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 إلى أن ينتهي الروح تموت الميزة هذه تموت كما أننا في العلم جربنا يعني نعرف هذا إما بالتجربة أو بالمعرف الذي لا يمارس العلم شيئا فشيء يفقد هذا العلم كيف يفقد؟ هو يصرف أساسا شيء في الدنيا كل شيء في الدنيا يصرف يصرف يعني إذا لم تكن هناك استمرارية ستنتهي هذه الميزة عندك حصلت على هذه الميزة على هذه الدرجة من التقوى على هذه الدرجة من العلم على هذه الدرجة من الخير بسنوات طويلة شيئا فشيء تفقدها نحن نخاف جدا من الموت موت الجسم الأجذر بناء أن نخاف من موت الميزات التي حصلنا عليها لماذا التكرار؟ لأنك تحتاج إلى مزيد باستمرار لماذا نصلي في كل يوم؟ لماذا نصوم في كل سنة في شهر رمضان؟ لماذا نختم القرآن مرات عديدة؟ لماذا ليالي الجمع نقرأ نفس الدعاء؟ لماذا أيام الجمع نقرأ دعاء الندبة في كل جمعة؟ لماذا نعمل أعمال مستحبة؟ لماذا نعمل أعمال مستحبة؟ تحتاج لماذا؟ 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 موت هذه الميزة موت هذه الجانب الروحي المعنوي الذي حصلت عليه يموت كل أتعابك هباء منثورا وهذا من الأمور التي تفسر لنا فقدان بعض العظماء لأبسط المفاهيم الدينية بل عم ابن باعورة شخصية روحية معنوية عظيمة جدا كيف وصل إلى هذا المستوى كافر صار كافرا يعني ما فقد بعض درجات الإيمان فقد كل الإيمان ابن أبي العزاقر الشالمغاني من هو علي بن أبي حمز البطاني من هو هؤلاء لماذا فقدوا وصلوا إلى درجات عالية توقفوا ما كان هناك مزيد نزل 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 ظهر الموت موت الروح موت الإيمان موت المعنويات ظهر مرة واحدة هو ما حصل مرة واحدة شيئا فشيئا طبعا التدرج أحيانا سريع جدا حاد أحيانا بطيء تدرج في النزول هذا التدرج حصل في سنة في سنتين في عشر سنوات ممكن لعله أحصل في شهر شهرين ممكن تدرج ينزل فيفقد على أبواب شهر رمضان المبارك العديد من العلماء الذين ألفوا كتبا كتب روايات شريفة أو كتب توجيهية أو كتب دينية العديد منهم خصصوا أبوابا أبوابا ليس بابا أحيانا في كتاب واحد أحيانا أبواب أبوابا للتهيؤ لشهر رمضان تهيؤ تهيؤ يعني قبل شهر رمضان يعني ما بقي من شعبان كم بقي من شعبان الله العالم يبدو أقل من يومين لعله ما بقي من شعبان أو من بداية شعبان أو من قبل التهيؤ لشهر رمضان وذكروا في ذلك روايات شريفة في هذا المجال توجد روايات لعلي أقول كثيرة راجعوا وسائل الشيعة راجعوا مصادر أخرى ماذا نصنع قبل شهر رمضان ماذا نصنع ما بقي هذا الفرصة الباقي لا يسعني أن أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة ألخص أستفيد من الروايات الشريفة ثلاث نقاط ثلاث كلمات أولا التجديد ثانيا التحديد ثالثا التنفيذ أولا تجديد التوبة اليوم التوبة بينه و بين الله تجديد التوبة ثانيا تحديد البرنامج الرمضاني وهذا التحديد أول خطوة العازم على التغيير إلى الأفضل هذه أول خطوة أعزم أنني في هذا الشهر شهر رمضان هذا أكون أفضل من السنوات الماضية هذه أول خطوة تحديد البرنامج الرمضاني ثالثا تنفيذ ما على كواهلنا تراكمت أشياء طيلة أشهر على ظهورنا حقوق الناس حقوق الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع الإنسان يحاول أن تنفد هذه الرواسب هذه التراكمات هذه الأثقال الإنسان الإنسان المثقل لا يتمكن أن يعدو أحيانا لا يتمكن أن يمشي والعياذ بالله تعالى أنا أريد أن أمشي في شهر رمضان أمشي إلى الأعلى أصعد أحتاج أن يكون كاهلي خفيفا التجديد التجديد تجديد التوبة والتحديد تحديد برنامج رمضاني إلى الأفضل ولو بهذه الخطوة الأولى بالعزم والتنفيذ تنفيذ ما على تواهلنا نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا المبارك بقية الله الأعظم أن يعجل في فرجه الشريف أن يجعل فرجه الشريف قريبا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم صلى على محمد وآل محمد عجل فرج إمام زماننا اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه وإلى أرواح العلماء الأتقياء المقدسين الماضين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم ثواب ذكر الصلوات على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة